موسيقى نجد تحية مرة أخرى مع حضراتكم مشاهدين القرام فقرة مهمة جدا نختتم بها النهاردة حلقتنا من النهار جديد عن موضوع اجتماعي بيخص كل من الزوج والزوجة وأعتقد بيخص الزوجة حبتين شوية وهو الخرس الزوجي ده طبعا تربية الحقيقة أنا كنت أفضل مش الخرس الزوجي ممكن نقول الصمت الزوجي إليت الكلام الخاصة بالزوج لما يكون جاي من الشغل تعبان أو حاجة لكن أنا احترمت هذه الظاهرة الطبية أو الدراسة اللي قالوا أو اسموها الخرس الزوج عشان كده أتكلم في كل التفاصيل المتعلقة بهذه الأمور ليه يصل الحد إن الزوج ممكن يكون ساكت أكبر فترة ممكنة في البيت في الوقت اللي محتاجة فيه الزوجة أنها هتتكلم طيب هل الحديث أو إنما تكون الزوجة محتاجة تتشاور أو تتكلم مع زوجها ده بيبقى في وقته مناسب ولا في أي وقت وهل لازم الزوج يكون متاح في أي توقف ممكن تحتاج من الزوجة تتكلم فيه تفاصيل مهمة جدا نتتكلم فيها إن شاء الله عن هذا الموضوع مع ضفيتنا العزيزة الدكتورة المايمة عبدالله مصطفى دكتورة صحة نفسية ودرشادي نفسي جامعة عين شمس برحب بيك يا دكتور تحياتي لحضرتك أهلا نفسي زوجي هل الموضوع ممكن يوصل منطلق عليه الخرس الزوجي يبقى الموضوع خلاص مفيش وهو لما بيتطور بيبقى خرس الزوجي إيه الخرس الزوجي ده دكتور قلتك طبعا يعني دلوقتي بقت ظاهرة يعني شبه ظاهرة يعني عدد ليس بقليل بيجي لنا في العيادات بتبقى المشكلة بين الزوج والزوجة يدوروا على يعني ايه عيب التاني كل واحد يقوله ايه طب زوجك ايه العيب اللي انت مسلا مش سكي منه أو هو نفس الشيء يقولك احنا مش عارفين بس حاسين بملل حاسين ان احنا مفيش حاجة مشتركة بيننا حاسين ما بقاش فيه لغة حوار حاسين مش اهم قاعدين مع بعض عيشة والسلام فحاسين ان ما فيش شغف للحياة بينهم فطبعا احنا بنطلق على الحالة دي كلها بنطلق عليها الخرص الزوجي بنقعد بقى هنا بندور على الاسباب بنقعد مع الحالة اول ما باجي اشتغل مع بيجي لزوجه زوجة بشوف الطرف اللي بيعاني وبيشتكي هو اللي بشتغل معاه ليه بقى لاني ممكن وارد ان الطرف اللي هو ما اشتكاش يبقى مش حاسس اني فيه مشكلة عنده في البيت يعني انا ما اشتكتش من حاجة او شايف ان ده شيء طبيعي انما بقى بيبقى انا بيهميني هنا الطرف اللي اشتكتش سواء زوج او زوجة ليه بقى لان ده بيبقى الطرف اللي عنده استعداد ان هو يعمل اي حاجة عشان البيت يستمر او عايز الجو اللي فيه وده وحب وقلفة يعني عنده استعداد للتضحية يعني اللي هقوله عليه هيعمله لانه هو عايز الصالح بتاع البيت فبمسك الطرف يعني بندور بقى على الاسباب الاسباب لو حيبنا نتكلم عن اسباب الخرص الزوجي فيه عدة اسباب اولها ان يبقى فيه ان عدام لغة الحوار بين الزوجين فجأة كده مثلا الزوجين ما بقاش فيه كلام بينهم ما بقاش فيه حوار بقى كل واحد بيخلص الروتين بتاعه سواء زوج او زوجة سواء هي عاملة او سيدة او رب تمنزل هي في اعمالها وتربية ولادها وكده وهو في نفس الشيء يرجع تعبان ويعودوا بعد فترة يقولك ايه دي احنا بطلنا نتكلم لغة الحوار دي في حد ذاتها دي مصيبة نمرة اتنين حضرتك يعني انعدام الاهتمامات المشتركة فيش حاجة مشتركة بينهم المهمة الاثنين مثلا هو بيحب الواتش هي ما تحبش الكورة اصلا هي مثلا بتحب الازياء هو مالوش في الكلام ده خالص هي بتحب تفرج على مسلسلات هو برضو مش مش هيتام فما فيش حاجة مهتم اهتمام معين يخليهم مشتركين بينهم وبين بعض بعد كده بيبقى فيه برضو ان ما فيش صراحة بين الاثنين يعني يعني ما فيش كل واحد مثلا عايز يتكلم مع التاني يعني ايه ما بيقولش الحاجة ما بيصرحوش مثلا الحاجة دي مدايقاني يعني عارف حضرتك لما اول باول تقول اللي مدايقك فاللي هو خلاص يعني انما اه ان احنا بنبني بنبني حاجز نفسي فظيع بيني وبيني وبين زوجي لما انا سكتة طب انا عايز اقول حاجة مدايقانة وروح اقول ايه ولا بلاش وهو نفس الحكاية فده حاجة على حاجة ببني حاجة اسمها حاجز نفسي فاللي هو بحس بعد فترة ان الكلام تقيل علي ان انا كلمه لكنك بتحس ان الطرف التاني اللي معايش معاك في نفس البيت غريب عنك في حاجة تاني برضو مهمة جدا سبب كده يعتبر الرابع ان ردود الافعال بتاعت الطرف التاني ايه لا وهي ايه حد في الطرفين خلي بقى الكلام وجه للطرفين عشان احنا مش بنخص لا بنيجي على السيدات ولا بنيجي على الرجال في طرف منه بيبقى رد فعله عنيف اللي هو ايه كل ما اجا كلمه مش فاهمني او ما فيش حاجة اللي هو ايه انت مش فاهم انت مش عارف انت بتقولي ايه او بيتعصب طبعا الانسان دايما لو كنت فزن غليز القلب بنفضه من حاولك اللي هو ايه حاوجه على دماغي ليه انا حلاقي حلاقي طوب بيتحدف منه لما انا اجا كلمه او العكس برضو او هو يقول ايه اما اجا كلمها بتبقى مش فاهماني اه وهلاقي حنقى نمسك في بعضوه على ايه فهنا برضو رد فعل طرف اه يعني من من الاطراف بيكون عنيف بيخلي التاني اشتري دماغه لو اصلا ايه ولا هتكلم ولا هقول ولا هعين النسبة الاكبر للخرصة لزوجي بيبقى خاص بالرجال او بالسيدات الشكوى الاكبر من مين يا تبا بص حضرتك هي النسبة الشكوى بتبقى بصراحة من السيدات اكتر اه الزوج هو اللي ايه يعني عنده المشكلة وده بيرجع حضرتك لانه هو بيبقى برضو الرجل قبل كده كنا اتكلمنا في حلقات سابقة وكنتوا مع حضرتكم بنتكلم عن سيكولوجية الرجل والمرأة انه هو تكوينه السيكولوجي ليه يعني لما بيقى مركز في حاجة وتيجي هي المرأة او الزوجة تكلمه هو هو عايش في العالم بتاعه مش مركز يعني احنا السيدات مالتي تسك ممكن بنعمل كذا حاجة في وقت واحد يعني ملاش حق تزعل منه لما يكون اه احنا بقى هنا يعني احنا بقى دورنا كاستشارين نفسيين بنبقى بنوضح الصورة انه هو ما يقصد كيش هو ما يقصد كيش انه هو انه هو لما بيكون ما بيردش عليك في وقت الماتش بتاعه او وقت انه هو بيركز في حاجة يعني الرجل عنده يعني دماغه متقسمة كده في الدارات معينة وفيه بيبقى فيه عنده في الاخر بيبقى مركز في حاجة اسمها لا شيء ما فيش حاجة اصلا بس هو اللي هو ما بيبقاش يعني يعني ممكن حاجة تكون بتكلم زوجتك وهي بتعمل كذا حاجة ومركزة تقولك ايوه وتيجي ترد عليك تقولك انت مش كنت من شويبت انا اقول لها والله انسيت انا قلت الكلمة وخلاص مش فاك انا قلتلي كيه بالظبط هي يعني سبحان الله هو يعني وقالي سبحان الله ربنا كان يعني خلق الزوجة تحمل وتولد وتربي اطفال وتشتغل وتعمل ده كله في وقت واحد وبنفس الكواليتي على فكرة بتبقى بنفس الكواليتي بتبقى مركزة في كل حاجة بتبقى عادة في بيتها بتشتغل وبتبقى بتفكر هعمل ايه واكل انا عندي كذا ايه لا الولاد اروح اجيبه من المدرسة وبعد كده عنده ترينينج وبعد كده اوديه التمرين مش عارفة بتبقى كل ده وعادي جدا ما بتشتكيش لكن حضراتك ممكن تبقى مركز في حاجة ولو حد بس جيه جنبك حاجة خدي الولاد ده من جنبي انا مش عارف اركز في اللي بعمله معيني دي حاجة بسيطة جدا فهو يعني المرأة المفروض تبقى فاهمة بس هو بتبقى سوق فيهم ان هي هو مش قادر يعني مثلا يفهم ان هي طبيعتها عايزة تتكلم وعايزة تحكي ويعني مش قصدا ان هي تدوشه بس هي يعني طبيعتنا كده فطرتها كده طب التعامل يكون ازاي لان برضو احيانا عشان منظمش الطرفين احيانا بيبقى الزوج بيشتغل شغل هنا واثنين وبالتالي من حق الزوجة انها لما يرجع البيت تتكلم معها تتناقش في موضوع معين خاص بولاده وهو في نفس الوقت فيه مثلا جاي مرهق او تعبان فهو مش قادر ان هو يتكلم عملية الموازنة بقى وتقدير الامور تكون ازاي يعني نصيحة للطرفين الزوج اللي هو جاي تعبان الزوجة تتعامل معاه ازاي وامتى يقدر الزوجة التعبان ده برضو يدي حق الزوجة انها يتتناقش في ادارة امور بيتها وحياتها يعني حضرتك لو اتبنينا فكرة ان احنا عايزين نحافظ على بيتنا يعني مثلا الزوج والزوجة هل هم يعني عاوزين يحافظوا على كينونة الاسرة وان احنا ده بيت وان احنا بنناه سوا وان احنا فيه اولاد كمان يعني ده لسه يعني احنا فيه قدامنا لسه حاجات مسؤوليات على كتافنا فمش هنقعد نخلي البيت هاش كده من اوله ويبقى عندنا خرص زوجي واللي هو ما يبقاش فيه حاجات مشتركة بيننا وطب ازاي احنا تشاور في امور بيتنا وحياتنا فكل واحد لازم يجع تاني شوية يعني مثلا هي المفروض الزوجة بتبقى عارفة طبيعة زوجها اللي هو ايه انا عارفة انه بيبقى تعبان في اللحظة دي ما بيتقبلش من الكلام اصبر بقى شوية ما جيش اللي هو ايه اللي هو ازن 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 ما ينفعش اجي يعني ايه زي الطفل الصغير عايز الحاجة دي ودب دي برجلية في الارض لا يا حاجبها يحاعد ازن لا ما هو برضو حايزها فما ينفعش انا بقى استنى الفرصة المناسبة انت بقى عزيز الزوج المفروض انك انت طالما خلاص فوقت ونمت وكلام ده كله وبتدت هي عايزة تتكلم فضلها نفسك شوية يعني مفضلنا نفسك شوية عشان خاطر لازم يبقى فيه بينكم حوار اه اه ده احنا حتى على فكرة في الصداقات لما حضرتك بيبقى مثلا ليه كذا صديق بس فيه صديق معين مقرب بيبقى محبب الى قلبك او بتحب يعني ايه بتحس بالطمأنينة معاه ليه بتحس انه بيسمعلك بيهتم بمشاكلك بيقولك عملت ايه في الحاجة الفونية بتفضله عن بقية اصدقائك لان انت بتحس حتة الاهتمام عنده زيادة طيب ما بالك بشريكة حياتك فلذلك احنا بنقول يعني اهم يعني مفيش حاجة تستحق الاهتمام للزوج والزوج اللي هي المواد ده والرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم ممكن لو حبينا بقى نتكلم مثلا عن العلاج بقى العلاج العلاج الكلام علاج ده ليه تأثير بقى على الابناء يعني خلاص الزوج ده بيأثر على الابناء في عملية التربية في عملية الحوار بشكل عام الجميل جدا اشكر حضرتك عليه طبعا بيأثر بيأثر على ثقاتهم بنفسهم بيأثر على حضرتك ان الابن بنفسه بيطلع يعني مفيش ترمم مفيش لغة حوار بين الاب والام هو نفسه هتلاقيه حتى مع اصدقائه مش عارف يتكلمه لما يتكلمش ولا المفروض ان هو السكوت الصحة ولا المفروض اللي بتكلم ده يعني هل ده النموذج السوي بالنسباله هنا بيبقى فيه انا حتى ما بخلوش عنده يعني اللي عايز يرسم البرسوناليتي بتاعته مش عارف يعني عايز يبقى ليه شخصية يعني انا شايف بابا مثلا بيقول احنا هنعمل كذا وانا حلت المشكلة الفنية في كذا بشاور ماما في الرأي ماما قالت كذا باخد بكتسب خبرات اول الطفل ده عبارة عن صفحة بيضة واحنا اللي بنحط كده بنملاها يعني تصرفاتنا وسلوكياتنا حلال حرام صح غلط هو انا بيكتسبه منين الطفل الالفاظ حتى مجرد الالفاظ احنا منين بنحكم على الطفل مثلا في المدارس او في الجامعات بنقول ايه واضح انه ابن ناس واضح انه هو الفاظه رقية واضح او العكس مثلا من ايه من البيئة اللي تربى فيها احنا اول حاجة اول زي ما برضو بنقول قبل كده قلنا في حلقات سابقه اول خمس او ست سنين في حياة الطفل هي اهم مرحلة ما بيكونش لسه طلع للعالم الخارجي يبقى اذا هو بيستقي معلوماته منين بيستقي التربية والسلوكيات والحلال والحرام والعبادات وكل حاجة منين هو اكده هل ينفع ان انا لو قعدت في بيئة صمتة طبع على فكرة ما ده برضو يعني ينتج منه ان الطفل حيبتدي ينزوي ويمسك بقى ما خلاص بقى يبتدي ينشغل بالعالم الافتراضي لاني مش لاقي عالم واقعي ينشغل معاه مش لاقي ابو واما اصلا بيكلموا حتى اصل بما اني ان الاب والاما اصلا ما بيتكلموش يبقى اصلا هو البيت كله بيخيم عليه الهدوء والصبت فبناء عليه طبعا برضو هو بقى مش لاقي فهيبتدي ينشغل بالدام بقى من تبعيات اللي يعني بينتج منها الحاجات اللي مش كويسة الاولاد بيتأثروا بيها بينشغل بعالم افتراضي بقى وما ادراك ما العالم الافتراضي اللي هو بقى ايه اصدقاء سوق بقى لها انت عارف بيعمل ايه ولا وطبعا لما يجي بعد كده نيجي نكتشف بقى المصيبة الكبرى بعد فوات الاوان وقوى مثلا لو طفل كمان صغير في السن اللي هو بيجي بقى التوحد بقى اللي هو خلاص الوالد ما بيتكلمش اليه ده كان بيتكلم وفجأة كده بطل يتكلم بطل يتشاقى وبطل لان احنا اصلا مفيش لغة حوار ومفيش اي اكتيفتي في البيت اصلا بيحصل طبعا من اسباب برضو حدريك اللي بتؤدي الخرس الزوجي برضو انشغال برضو السوشيال ميديا ده دي مصيبة الوصائب بتؤثر بشكل كبير جدا انا ملحوظ نسبة كبيرة يعني بص حدريك الخرس الزوجي يا بيقدي الحاجتين يا طلاء يا خيانة اه بيبص حدريك لما كل واحد مش لقي نفسه مع التاني او حصل خلاص بقى اللي هو ايه عاديين كده بس فيزيكال مع بعض كده جسديا مع بعض بس لكن فين الكلام فين الحوار فين الاهتمامات فيش اي حاجة مشتركة بيننا اه العلاج يا فندم العلاج كالقاتي العلاج حناخده من الاسباب وهو كالقاتي اه طبعا لازم 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 يبقى في لغة حوار حضرتك حنلاقي الزوج والزوجة اللي بيبقوا في نفس الكارير بيبقى بيبقى الموضوع ده بيقليل عندهم شوية انه فيه حاجة لغة يعني ايه فيه اهتمام مشترك بينهم فيه حاجة معينة بيتكلموا عليها هم فاهمين بعض الحاجة الفانية مثلا مهندس ومهندسة مثلا بيتكلموا مثلا عارفين هم ايه الحاجة اللي يعني حاجة معينة بتكلم فيها هو فاهمها وهي فاهمها اه نيجي برضو حل تاني اللي هو اهتمام مشترك يعني ايه حضرك زي انا بقول حضرك بيشتغل مع الطرف اللي اشتكى ده بيبقى عنده استعداد ان هو يعمل حاجة عشان يغير ويعدل من من الازمة اللي هو بيشتكي منها فانا بعمل ايه اه انا هو مثلا بيحبها الكورة اه خلاص يا ستي انت بتحبش الكورة وعايزة يبقى فيه حوار بينك وبينه اهتمي بهتما ماتو وانت عزيز الزوج هي بتحب حاجة انت بتحبهاش ما انت لازم تخلق حاجة مشتركة تمام اه فيه هنلاقي برضو فيه جزئيه برضو بقول لانا بنصح الزوج والزوجة في الجزئيه دي بقول لهم مرحلة الطفل يعني الاطفال وجود اطفال في حياتنا دي مرحلة وحتعدي وحتبقى الزوج والزوجة انتو الاثنين هتبقوا رفقاء العمر او يعني هيبقى رفقى انتو الاثنين مع بعض فلازم يبقى فيه بينكم وده وحبه ولغة حوار عشان انتو اللي بقين لبعض تمام فيه حاجة اسمها صحة الصحة الزواج او صحة الحالة الزوجية يعني زي ما فيه صحة الطفل وصحة فيه كل حاجة ليها صحة فانا عشان الزوج ده يكون مبني على قسس سليمة وصحيحة فحضرتك اعتبره زي الطفل الطفل اثناء ما هو بيكبر وبينمو بيسخن وبيبرد وبيتشاء وبيعمل سلوك غلط وسلوك صح وبعدل وهكذا طول ما انا ماشية ما بيبقاش على وطيرة واحدة صح ولا ايه كذلك الامر بيحصل مثلا فيه ازمات مادية بيحصل مش عارفة فيه كذا حاجة بتحصل في السكة كده بنشارك بعض فيها ما ينفعش ان انا مثلا يبقى فيه عندي ان انا منشغل ان انا عايز اوفر حياة كريمة لأولادي وبعد كده اروح اقول ايه انا كفاية علي دوري كالي هو ايه اللي هو ما كانت فلوس زي ما بنقول كده ان هو بس بوفر لهم المادة لا ما ينفعش ما ينفعش ان انا ده يبقى على حساب ان انا بيتي ان انا ابقى بس مصدر للرزق وما فيش انا هنا في السكة باخد في سكتي ايه بعمل يعني زي بعمل حواجز نفسية بيني وبين قسرتي برضو بقول ان يعني ايه فيه جزء برضو مهم جدا ان رد فعلك لما بنتكلم على الحلول رد فعل كل طرف من الطرفين بيفرق في ايه يعني ممكن انا حضرتك اقول كلمة انت عارف حضرتك ان الابحاث اثبتت ان يعني الكلام بيبقى 7% بس من توصيل اللي عايز اقوله ماشي لكن الاهم من الكلام التون بتاع صوتي والبادي لانجوش اللي اتنين دون مهمين جدا في توصيل اي معلومة انا ممكن اه لغة الجسد مهمة جدا وتون الصوت يعني ممكن انا اقول كلمة لحضرتك بطريقة يعني انت كونسة كده تقولي كلمة بطريقة تعصب يعني هي نفس الكلمة وطريقة تكون مريحة نفسيا او تخلي لقدامك يتقبل منك الكلام فانا هنا بنصح الزوج والزوجة يعني ايه التون بتاعنا يبقى احنا دلوقتي عايزين نصلح مش عايزين نعمل مشكلة لا احنا بنحاول نهدي الامور فاللي هو ايه يعني التون صوتنا يبقى رقيق يعني او يعني يتخلي اللي قدام يستقبل اللي عايز اقوله بطريقة صح والبادي لانجوش ما يبقاش فيه ما يبقاش تنشن كده ما يبقاش مكشر كده واقول ايه ما انا بتكلم كويسة اهو وانا طريقة ايه طب ايه وكمان بتقول صباح الخير ما ينفعش لازم نحط برضو في اعتبارنا ان احنا مثلا في حد بيقولك ايه طب احنا مش لقين حاجة نتكلم فيها مثلا هي مش نفس الكرير بتاعي ولا مثلا هي ربت منزل وانا كذا طب احنا فيه مثلا ممكن نخلق حوار زي ايه انا ابني مثلا النهاردة رجع من التمرين حسيت ان فيه سلوك معين كذا احنا عايزين كذا طب انت شايف ان الولد ده ينفع مثلا ادبي ولا علم انت شايف ان ولادنا كذا البنت النهاردة عملت سلوك كذا عايزين نعمل اخلق حوار نخلق حوار يعني اصلي فيه اهم من ولادنا هو الموضوع المسؤولية مشتركة نتمنى يا رب كل واحد يتدارك مسؤولياته تجاه الآخر وبيلناش غير بعض زي ما بيقولوا كده كل ما بتحصل مشكلة تلاقي مثلا حماك أو والدك انتو ملكوش غير بعض الجملة دي بتحمل كثير من المعاني فعلا الزوج والزوجة منهمش غير بعض بعد ربنا سبحانه وتعالى وكل الأمور لازم تكون يعني سيد ما بينهم المودة والرحمة والألفة دي أغلى وأجمل السمات الممكن أن تصف بها وتساعدهم على حل أي مشكلة ممكن تواجههم في حياتهم الزوجية ربنا يحفظ حضراتكم جميعا يا رب العالمين شكرا جدا يا دكتور نورتينة ودائما الحياة يعني بالضفنة أشياء الجميلة اللي بتهون عليها مثل هذه المشاكل شكرا لك دكتورة ومام عبدالله مصطفى دكتورة الصحة نفسية والرشاد نفسي بجامعة تشينسون شكرا يا فندم وشكرا لفريق الإعداد أشكركم يعني الله يعزك نورتين أيضا بشكر حالكم مشاكل كرام لحسن المتابعة إن شاء الله غدا اللقاء تجدد مع برنامتكم نهار جديد تحية فهل العمل وتحية عاصم الشندويلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة